مراجعة صوتية لرواية ست أرواح تكفي لله وكتب هذه المراجعة باهر سليمان أهم ما يمثله الجنون بتصوري في الأعمال الروائية هو ارتباطه بالمرجعية النقدية للمجتمع كما كان يتكلم ميشيل فوكو عن المجنون بوصفه حكيما وفيلسوفا يعبر من خلال جنونه عن مواطن الاختلال وبؤر الضعف في المجتمع ومن ثم سنجد هذا الإحساس متواجدا وبقوة عند بطل العمل الذي يجادل طبيبه ورافضا وصفه بالجنون فهو بنظر نفسه مختلف عن الناس فقط مختلف والاختلاف لا يعني الجنون هنا نرى المجتمع من خلال عيون هذا المريض المصاب بالهلاوس السمعية والبصرية مريض قاتل يعاشر زوجة المقتول ويرى أمه عاهرة حاولت قتله يوما بالزرنيخ يعتقد أن زوجته تخونه وتسعى لقتل ابنته وفوق هذا كله يكره القطط ويحاول قتلها معتقدا بأنها تلهو بأرواحها الستة ثم تمنح روحها السابعة لقتيله حتى ينهض من رقدته وينتقم من قاتله لكن كانت هناك إشكالية مستمرة أمام القارئ وضعتنا أمامها المبدعة دعاء إبراهيم وهي مع حدود الخط الفاصل بين الحقيقة والهلاوس هل قتل فعلا؟ هل أمه عاهرة؟ هل حاولت قتله؟ أشياء ستظل متشككا في حقيقتها أثناء القراءة فالمنطق هنا غائب تماما لكن الطبيعة السردية لرواية ستمنطق الجنون عبر تماهيك كقارئ مع نفسية البطل المأزومة تنتمي هذه رواية في طبيعة سردها إلى مدرسة تيار الوعي أو التداعي الحر حيث المونولوج الداخلي النفسي هو الحاكم على الطبيعة السردية ويتميز بالتغيرات في تدفق الأفكار الخاصة بالشخصية وهذا ما يجعل هذا الأسلوب مختلفا حتى في طبيعة السرد وهو ما نجده هنا صوت وحيد ورؤية وحيدة وهي رؤية بطل العمل المريض بالفصام سرد معبر بكل قوة عن مشاعر وأحاسيس البطل حتى تشعر كقارئ بالتطبيع مع جنونه لكن هذا الأسلوب أفقد الشخصيات الثانوية في رواية عمقها اللازم إذ ظلت شخصية أم البطل أو شخصية زوجته نوها شخصيات بلا روح حقيقية جامدة حتى الألم النفسي للزوجة بسبب حالة زوجها كان يتم نقله عبر عدسة هلوساته ونتيجة لتحكم الهلوسة في بنية العمل اضطرت فيما أعتقد روائية إلى خلق مساحة سردية على قلتها غير تقليدية كالطبيعة السردية للمرآة أو للعصاء لتعطي متنفسا لرؤية خارجية تحاول بها رد القارئ نسبيا إلى خيط يمكن من خلاله أن ينتزع نفسه من هلوسات البطل بعد أن تماها معها قسمت روائية العمل إلى مشاهد أشبه بالفصول كل مشهد يمثل بنية في صرح العمل هذه الطريقة أفادت القارئة في الولوج إلى العمق النفسي للشخصية لكنها على الجانب الآخر قد أبطأت من التدفق السردي نحو إضاءات جديدة في الحبكة فلا نزعم أن الحبكة في نفسها كان بها مفاجأة أو أن الحدوتة في نفسها لها طاقة جذب لكن ما يدفعك ققارئ نحو المزيد من الولوج إلى صلب العمل ليس هذا ولا ذاك بل هو تجربة الحياة في حالة الجنون عبر التماهي مع نفسية البطل إن طبيعة السرد جعلت الأهم ليس هو رصد الحدث بل تجليات هذا الحدث على الشخصية وكيف يتشكل وعيها من داخلها لا من خارجها لكن وإن كان هذا الجانب وهو الطاغ على رواية له إيجابياته إلا أنه في الجانب السلبي لم يفسر لنا بشكل دقيق كيف وصل البطل لتلك الحالة صحيح هناك إشارات لتسلط أمه أو تنمر أصحابه عليه لكنها ليست كافية بتصوري لرسم ملامح أزمة البطل من منظور خارجي ربما يكون من التحدي هنا هو كيف يمكن التعبير عن لغة الجنون فبتصوري نجحت روائية في صناعة لغة لا تتسم بالسخافات التقليدية التي توضع على لسان المرضى النفسيين فالأساس هنا هو ما يشاهده البطل في هلاوسه لا ما يقوله وما يفعله لا ما يتلفظ به وبطبيعة الحال في كتابات المدرسة التيارية تيار الوعي إن عدم الديالوج أو قلته لكن حتى في هذا الجزء القليل من الديالوج استعملت الأستاذة دعاء إبراهيم للعامية بالقدر المناسب جدا للمشهد فمشهد تضحك فيه مثل هلاوسه في المقابر ومحاولة دفنه حيا ومشهد تتأثر به مثل احتضانه للمتسولة بحثا عن دفء الأمومة الذي يفتقده مشاهد متنوعة مضحكة حينا ومؤلمة حينا آخر كما شاهده في المستشفى وكلها تم صياغتها بجزء قليل من ديالوج لغته العامية مبسطة لكن التألق لم يكن هنا لم يكن في الديالوج بل في التدفق السردي النفسي المؤلم المصغي بفصحة يتخللها تراكيب بديعة هذا هو الجنون الذي جعلنا هذا العمل نتعاطف معه لقد تمسك البطل بجنونه الذي رأى فيه منحة اللامحنة وتميزا يخرج به عن نمطية البشر بكل قسوتهم فما الذي يجعله يتمسك بواقع مؤلم ومن ثم تحايل وراوغ ورفض العلاج ثم كانت نهايته التي قبلها راضيا ومبتهجا بها نهاية تبدى له فيها صديقه الميت كاتاتونيا وجنيته التي أحبها وتوحد معها بعدما ماتت كل القطط التي كرهها بعد أن أذاقته مرارة لهو عبر ست أرواح لكن ليس هنا روحا سابعة لتحييه كما حدث مع روح قتيلة سعيد هي رواية بطعم الألم النفسي وتستحق جائزة غسان كنفاني التي أخذتها بجدارة ترجمة نانسي قنقر